مجموعة من الأخبار المتنوعة النهاردة تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي عدد من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى منها شبكة الطرق ومحاور وكباري جديدة بالإضافة لمشروع تطوير منطقة مصر الأديمة والسيدة عيشة ومنطقة محور الحضارات جولة سيادة الرئيس شملت الأعمال الحالية الجاري تنفذها واستكمالها في مناطق شرق القاهرة وأحياء مدينة نصر ومصر الجديدة وطريق الأوتوستراد بالإضافة لشبكة الكباري اللي تم إنشاءها لربط منطقة محور الحضارات بالمحاور والطرق الرئيسية للعاصمة وده في إطار التطوير الشامل لمنطقة بحيرة عين السيرة التاريخية ومحيط متحف الحضارة بمصر الأديمة كمان اطلع الرئيس على عملية التطوير الجارية في محيط منطقة السيدة عيشة بعد إزالة المنازل العشوائية اللي طمصت معالم هذه المناطق التاريخية وتوقف الرئيس السيسي لمناقشة المسؤولين والمشرفين في بعض مواقع العمل موجها بالالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ الأعمال وفق أعلى المواصفات والمعايير ودراسة توسعة بعض الطرق والمحاور بزيادة الحارات المرورية لاستيعاب الحركة المرورية اليومية الكثيفة بها تسهيلا على المواطنين تذبق وسرناك